بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا يحب الكافرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع وآل عمران فإن الله إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنسا قالت ربي إني وضعتها أنسا يا الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثا وليس الذكر كالأنثا وإني سميتها مريم وليس الذكر كالأنثا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرعيم فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن ربها بقبول حسن وأبتها نباتا حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المقراب ووجد عندها رزقاً قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله قالت يا رب يا رب هناك دوى زكريا ربه قال رب يا بني من لدنك ذريتا طيوة إنك زميع الدواء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المقراب أن الله يبشرك بيحيي أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وحصورا ونبيا من الصالحين وقد بلغني الكبر قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي غاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء وقد بلغني كذلك وقد بلغني كذلك وقد بلغني كذلك قل آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال ربي اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله أصطفاك إن الله أصطفاك يا مريم كنتي لربك إن الله أصطفاك إن الله أصطفاك إن الله أصطفاك وأصطفاك إن الله أصطفاك إن الله أصطفاك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وديه في الدنيا ونكره وديه في الدنيا ولا آخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشرا قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم أني أخلق لكم من الطين كأيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأكمه والأبرص وأخي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم